بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتكلم في الموضوع الفرعي الرابع من الوحدة الأولى والذي هو بعنوان types of communication أنواع الاتصال أو أنواع الاتصالات ليس هو نوع واحد إنما هو أنواع عدة أنواع مختلفة هناك تقسيمات مختلفة للاتصالات منها أولا كما هو واضح الاتصالات الرسمية تسمى بالformal formal communication طبعا هي الاتصالات التي تحصل من خلال خطوط السلطة الرسمية والمعتمدة بموجب اللوائح والقرارات والقوانين المكتوبة والمتعرف عليها لدى المنظمة وهذه الاتصالات قد تكون داخلية بمعنى تدفقها داخل المنظمة يعني داخل المنظمة داخل المستوىات الإدارية المختلفة إدارة عليا وسطة تنفيذية أو داخل المستوى الواحد قد تكون داخل المستوى مثلا الأوسط الإدارة الوسطى تتدفق من خلال قطوط رسمية واضحة هادفة أو خارجية بمعنى قد تكون بين المنظمة ومنظمات أخرى والمجتمع أفراد آخرين كمستشارين من خارج المنظمة إذن الاتصالات الرسمية هي رسمية من اسمها رسمية تحكمها الضوابط والقوانين وتكون عادة ما تحدث في المستوىات الإدارية العليا طبعا هناك لها تقسيمات معينة تأخذ يعني عدة اتجاهات تأخذ عدة اتجاهات سنناقشها فيما بعد طبعا هناك النوع الآخر اللي هو العكسي الاتصالات الغير رسمية formal رسمي informal غير رسمي طبعا غير رسمية وهو ذلك الاتصال أو الاتصالات التي تنشأ بوسائل غير رسمية ولا تحكمها ولا تتضمنها اللوايح والإجراءات الرسمية إنما تحددها الصلاة الشخصية والعلاقات الاجتماعية فهي اتصالات تتم خارج الكنوات الرسمية طبعا تحدث عادة في المستوىات الإدارية الدنيا بحكم الاتصالات الشخصية الفردية وهدفها تحقيق المصالح الشخصية بغض النظر عن مصالح المنظمة بغض النظر عن مصالح المنظمة وهي غير رسمية لا تحدث بالصفة الرسمية على سبيل المثال دعوة شخص لمجموعة من الأشخاص لحفل خارج نطاق المنظمة خارج نطاق المنظمة طبعا هذه تحدث أيضا إذا كان هناك تظلم لدى أشخاص معينين فهم يشكلون بذلك تنظيم غير رسمي وبالتالي تصبح اتصالاتهم هنا اتصالات غير رسمية طبعا الاتصالات الرسمية والاتصالات الغير رسمية هي مأخوذة أو لها علاقة بالتنظيم الرسمي والتنظيم الغير رسمي هناك نوعين من التنظيم التنظيم رسمي رسمي يهدف إلى تحقيق أهداف الإدارة العليا نوص صفة رسمية محكوم بالقواعد والقوانين والضوابط وتنظيم غير رسمي تحكم العلاقات الشخصية هدفه تحقيق مصالح شخصية طبعا هذولا التنظيمين لهم علاقة بالاتصالات التي تحدث فيما بينهما طبعا له تكسيمات التنظيمات للاتصالات الغير رسمية لها تكسيمات مختلفة أيضا أنواع الاتصالات الرسمية كما سبق أو ذكرنا هناك أنواع للاتصالات الرسمية types of formal communications أولا ممكن تصنيفها حسب الاتجاه كيف حسب الاتجاه؟ يعني الاتصال الصاعد الاتصال الصاعد من أسفل إلى أعلى يسمى upward communication من إدارة دنيا أو شفلة تشغيلية إلى إدارة وسطى ثم إلى إدارة عليا هذا يسمى الاتصال الصاعد هذا النوع من الاتصالات يتجه من أسشل إلى أعلى أي من المستويات التنفيذية إلى المستويات العليا طبعا يمر بالمستويات الوسطى التي تشكل حلقة الوصل أو من المرؤوسين إلى الرؤساء وتكون الاتصال الصاعدة على شكل إما تقارير إما أبحاث إما مذكرات أو شكاوي أو مقتراحات أو أفكار للتحسين ومشاكل العمل إذن هي اتصالات تحدث ما بين المستويات الإدارية الدنيا والعليا هدفها يصال مشكلة معينة اقتراح معين هدف معين وجهة نظر معينة قد تأخذ بها وقد لا تأخذ بها هذا يعتمد على الإدارة العليا طبعا هي أضعف نوع من الاتصالات كردة فعل طبعا هناك اتصال آخر الاتصال النازل هو عكس الاتصال الصاعد يسمى downward communication طبعا هي الاتصالات التي تتدفق من أعلى المستويات الإدارية العليا إلى الوسطى ثم إلى السفلة يعني من أعلى إلى أسفل أي من أعلى التنظيم متجهة إلى أسفل أو من الرؤساء إلى المرؤوسين وتهدف هذه الاتصالات إلى نقل الأوامر الأوامر التي تتخذ على مستوى الإدارة العليا طبعا يجب أن تصل كيف تصل عن طريق الاتصالات لو لم يكن هناك اتصال لما وصلت هذه الأوامر لا يوجد داع الاتخاذ هذه الكرارات وإصدار الأوامر الإدارة العليا تصدر الأوامر تخطط طيب هذا التخطيط هذه الأوامر هذه الكرارات يجب أن تصل في الوقت المناسب طبعا تصل من خلال قناة الاتصال إذن يجب أن يكون هناك اتصال هابط بسموه هابط أو بسموه نازل نازل أو هابط لنقل هذه الأوامر والتعليمات والتوجيهات والكرارات التي تشرح السياسات والأهداف المرادة من الإدارة العليا إلى بقية المستوى الإدارية لذلك نقول أن تحقيق الأهداف يكون من خلال الإدارة العليا وليس الإدارة التنفيذية مع أن الإدارة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ الأعمال لماذا؟ لأن القرار تصدر من الإدارة العليا اتخاذ القرار وإصدار الأوامر والتوجيهات والتعليمات من قبل الإدارة العليا طبعا هناك الاتصال الأفقي الاتصال الأفقي ما المقصود بالاتصال الأفقي où экономي يطلق علي الإتصالات الجانبية في بعض الأحيان وتتم هذه الاتصالات في المستوى الإداري الواحد يعني قد تكون في المستوى الإداري الأعلى قد تكون في الإدارة الوسطى قد تكون في الإدارة الدنيا إذا كانت إتصالات مثلا رسمية أو غير رسمية طيب كالاتصال الذي يحدث بين مثلا مدير المالي ومدير الانتاج أو مدير الانتاج ومدير التسويق وهكذا حيث يتم عن طريقها التبادل المعلومات بين الأقسام والإدارات في المستوى الإداري الواحد مما يحقق التنسيق لأنه تساعد في عملية التنسيق فيما بينهما من أعمال